أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم من ينكر المسح على الجواربين؟ إذا كان ينكر ذلك من باب أنه بحث في المسألة ونظر فيها وهو من أهل الاجتهاد وقال أنا لم أقف على حديث صحيح، فيمكن أن يعدر في ذلك لأن هناك طائف من ترى أنه لا يمسح على الجوارب، لماذا؟ يقول لأن الأحاديث المرفوعة معلولة، وقولهم قوي في الحقيقة، الأحاديث المرفوعة فيها علة لكن نقول المسح على الجوارب هو من فعل الصحابة، وقد ورد عن سبعة أو تسعة من الصحابة كانوا يمسحون على جواربهم كما ذكر ذلك ابن المنذر في كتابه الأوسط، وزد إلى ذلك أن القول بالمسح على الجواربين قياساً على الخفين قياس صحيح فلا فرق بين الجواربين والخفين في الحقيقة من حيث المسح، إلا أن الجواربين مصنوعة من الكتان أو الصوف، أما الخفان مصنوعة من الجلد لا فرق، أما إذا أنكر ذلك بعقله وبهواه وبما يرى عقله، فهذا باطل، ونقول له اتق الله في نفسك فالأمر ليس يدور على عقلك وهواك، إنما الشرع يكون بالاتباع، نعم ترجمة نانسي قنقر